السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم جيجي من قناة جيجي فريد النهاردة بقى الفيديو مختلف شوية ان انا ده فيلوغ خروجة احنا كنا خرجنا هنا الولاد بعد ما ذكروا وكانوا عايزين يخرجوا الحقيقة احنا كنا عايزين نخرج اساسا علشان كنزي كانت عايزة تاكل اندومي كوري بيحبوه جدا في محل عندنا كده جنبنا بيبيع الاندومي الكوري وبيبيع انواع شوكولت يعني كده مستوردة هم بيحبوها جدا فبيحبوا او يروحوا المحل ده يجيبوا بقى عملا عطول عروض المحل ده فهما بقى بيحبوا يروحوا يجيبوا اندومي يجيبوا آآ الشوكولت دي بيكون عملا عطول عروض يعني. فالاندومي الكوري ده هما بقى بيحبوه بصراحة مبتقش ريحته بسي هما بيحبوه جدا. فقلت لهم خلاص تعالوا بعد ما نذكروا بقى وعايزين يخرجوا شوية خلاص نروح الجنينة فخرجنا هما والانوا وباباهم وروحنا بيتنا برضو الجنينة دي. راحوا يلعبوا فيها وفيها كمان مرجحة. آآ لعبوا في الجنينة وفمرجحوا. براحتهم خالص لغاية ما زهق وقالوا خلاص كده حلو كفاية. بدلت بقى انا وباباهم كده بمرجحهم. وكنزي مرضيشت في مرجح بس قعدت كده قعدنا شربنا حاجة. ولعبوا يعني انبسطوا كان يوم جميل آآ عشان ما يبقاش مزاكرة على طول لازم برضو يخرجوا شوية يجيبوا حاجة عايزينها كده يعني. الجنينة دي جميلة جدا وكانت فاضية يعني زي ما انتم شايفين كده ما كانش فيها حد. الناس قلالين جدا يعني اللي كانوا فيها. كنزي اهو واقفة جنبهم. بس هي بقى مرضيتش تركب المرجح. فقعدت بقى مرجحهم كده ونيلعبوه. لغاية ما انا بقى الصراحة كنت ازهقت لان هم قاعدوا يلعبوا كتير فوقت لهم يلا بقى عشان نلحق المحل اللي احسن يقفل. روحنا هو ده المحل اللي بيحبوه. بيحبوه جدا المحل ده. هو المحل ده مشهور يعني كل الناس بتحبه جدا. بالذات اللي بيحبه الانضوم الكوري. هو ده بقى انواع الانضوم الكوري اللي عندهم. آآ فيه انواع منه حامية جدا جدا جدا. وفيه انواع وسط. آآ هو بس انا اعتقد ان هو كله حامي. هو اللي سوس اللي جوا ده اللي بيكون فيه السبايسي كله يعني. هو هنا آآ كنزي اختارت اللي بالكريمة ومي اختارت اللي بالكاري. وميدو قال لي مش هاكل انضومي مش عايز انضومي هيجيب تشوكليت. هم جابوا هو الانضومي وهو جاب تشوكليت. هو ده الانضومي ما عرفش ما بطيقش ريحته حتى. ميدو خد التشوكليت دي بيحبها جدا. هي بتبقى جميلة بصراحة. طبيرون. الانضومي ده الواحدة آآ بخمسين جنيه. بس هو كان عامل العرض المحل. كان عامل الواحدة بخمسة وثلاثين. آآ والتشوكليت آآ تقريبا سعرها برضو تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين في الحدود دي. دي بقى تشوكليت صغيرة كده. انا بحب جدا للتشوكليت دي. الخضرة دي. مش فاكرة اسمها ريترا سبورت حياة كده يعني. هي بتبقى بعجنة بندق دي اللي هي الحمرة دي دي بالبندق. لا الخضرة بالبندق والحمرة باللوز. آآ بخمسة جنيه الواحدة صغيرة دي. بس جميلة جدا. بعد كده بقى روحت عباس العقاد عشان اجيب حاجات من السوبر ماركت. وبمشيت شوية في عباس العقاد. انا بحب جدا آآ عباس العقاد كده ومدينة نصر بالليل بتبقى جميلة جدا. المحلت بقى كلها مفتحة فتحة والانوار بحبها جدا. آآ كل الحاجات دي جنب البيت يعني مش بعيد. طبعا احنا هنا والولاد واباهم معنا. فكنا بقى بنتمشى. هنا بقى في طريق الرجوع للبيت. بعد بقى ما جبنا كل حاجة خلاص. ده ما كانش متخطط له خالص ده فجأة كده هم قاعدين يذكروا حاسات ان هم زهقانين فاقترحت عليهم ان احنا نخرج اوديهم جنينة وبعد كده يروحوا اشتريوا حاجة حلوة كده يعني. ما كانتش خروجة متخططة اصلا يعني. ده بقى طريق الرجوع هول البيت. انا بقى لما هروح معاكم البيت ان شاء الله هوريكم ازاي بعمل الاندومي الكوري ده. طريقته سهلة جدا بس هم بيقولوا ان هو احلى مجوم مرة من الاندومي العادي. انا بصراحة مش ما بشوفش الموضوع ده لان انا اللي بحب ده ولا بحب ده. اهو هو ده بقى الاندومي ده اللي بالكاري. وده بالكريمة. والشوكليت اهيه. اه دي بتاعك ميدو بيحبها جدا. توبليرون دي بتحبها جدا. بتكون بعجينة فيها لوس كتير قوي وفيها زي كرم الكدم ارمش. دي بقى شوكليت صغيرة وحدات صغيرة. دي بقى الشوكليت بتاعتي المفضلة اللي هي دي. دي المفضلة عندي. دي عبارة عن بندق. يعني مليانة بندق. والخضرة دي باللوز. ما بحبهاش قوي الخضرة دي اللي بحبها قوي اللي بالبندق. لا سوري. الخضرة هي اللي بالبندق والحمرة هي اللي باللوز. انا بحب الخضرة اكتر عشان هي عبارة عن بندق. دي بقى عينات يعني وحدات صغيرة من التوبليرون. الشوكليت الصغيرة دي الخضرة والحمرة اللي واحدة بخمسة جنيه. والصغيرة التانية التوبليرون دي اللي هي الصغيرات دي للواحدة بتلاتة جنيه تقريبا. والتوبليرون كبيرة بتلاتة وتلاتين هوريكم بقى انا بعمل ازاي الاندومي ده ده بحطه في ماء مغلية كده ويتساب شوية حوالي تلات دقايق اربع دقايق في الماء المغلية كده وبعد كده بعد ما يطرخ خالص يتصفى منه الماء تسيبي بس معلقة مية واحدة وبعدين بتحطي بقى الكياس اللي معادي ده زي خضار مجفف كده بصل وخضار مجفف بيتحط عليه وفيه بقى الكيس ده ده الصوس بقى بتاعه ده حمي نار يعني هو يتحطي منه شوية زغيرين يتحطي منه شوية زغيرين يعني هو هنا بيكتروا شوية لكن هور ما فو تحطيها اقل من كده طبعا بس بيحبوه جدا جدا يعني مش قادر اقول لكم بيحبوه ازاي ولادي فانا يعني كل فترة طبعا ما بجيبوش على طول آآ فكل فترة بجيبوه لهم لان انا بخاف عليهم منه بصراحة خصوة انهو كان بيبقى سبايسي يعني فانا مش عارفة ازواق بقى سبحان الله هو كده بيكون جاهز خلاص وتعمل آآ وده بقى كنزي بقى بتعمل بتاعها وهو ده كان الفيديو بتاعي النهاردة سريع جدا فلوج سريع يارب يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وما تنسوش اللايك ومارسليكم باي باي ترجمة نانسي قنقر